زي ما كريم قال كده النهاردة يعني عندنا ماتش مهم وبتكلم عن بطولة كاس العرب وتحت تنظيم الفيفا لأول مرة فيعني موضوع مختلف إلى حد ما بس خليني أروح تحديدا ليه الماتش بتاع النهاردة وكرة لبنانية أصلا يعني موجد نظر حضرتك الدنيا هتمشي إزاي كرة لبنانية برضو مستواها بتقيمه إزاي هي كرة لبنانية طبعا ما نقولش اللي هي في أسيا طبع أسيا بيلعبوا في أسيا ولو تسمحوا لي قبل ما أقول أسيا أقول يعني البطولة العربية دي إحنا كنا عايشين فيها إزاي يعني من بدايتها وكده البطولة العربية دي بدأت التفكير فيها سنة سبعة وخمسين سبعة وخمسين قاعدوا يفكروا لهم يعملوا بطولة ده مين الاتحاد اللبناني وبعدين اجتمعوا سنة ستين اتنين وستين وخدوا قرار أن تتعمل بطولة عربية وأول بطولة اتعملت سنة تلاتة وستين يعني هم أفكروا سبعة وخمسين وكتمعوا اتنين وستين وقرروا في اتنين وستين واتعملت تلاتة وستين وفازت بها في أول بطولة دي فازت بها توميس احنا اخر بطولة شاركنا فيها اللي هي كانت في السعودية كسبنا السعودية تلاتة اتنين وخدنا المركز الاول هي دي المرة اللي احنا خدنا فيها مركز واحد احنا خدنا فيها البطولة واحد دي البطولة رقم عشر اعمل تسع بطولات تقولي تب ميني اللي فاز فيهم العراق اربع مرات والسعودية مرتين يبقى دي كده ستة تونس اول بطولة المغرب اخر بطولة ومصر سنة اتنين وتسعين اخر بطولة اتنين وتسعين ايه اللي خلى العمر ده كله يجري لغاية لما تبقى البطولة دي تحت منظلة الفيفا اما هو الصبر وان انت تكافح وان انت تحاول تقنع وتحاول تتكلم يعني البطولة عمرها طويل يعني عمرها مش قصير يعني نقول بس من تلاتة وستين حتى هنا دخلنا في ستين سنة ليه ليه الوقت ده كله اللي كانت كاد اتراف وبعد كده فالفيفا اعتمدتها اعتمدتها اصبحنا احنا دلوقتي حنلعب في اول مبارة لبنان اللي هي صاحب فكرة تكوين انا ده اللي قلت القصة اللي فاتت دي ليه عشان اقول ان لبنان هي صاحب فكرة تكوين بطولة العرب فاتت بيها اي مرة ولا لا لا ما فيزلش يعني لبنان ما فيزل هؤلاء اللي فازوا التسعة زي ما قلت لها داك اربعة عراء اتنين سعودية يبقى ستة واحد تونس واحد بطولة مغرب اخر بطولة 2012 ومصر سنة 92 يبقى كده التسعة بطولات وده بطولة العشرة اقدر اقول لك كارلس كروش كان بيدرب منتخب ايران لعب مع لبنان كتير لان في اسيا فاذا هو عارف الفرق وعارف امكانيات الانتخب اللبناني درسه كويس قوي لانه هو كان بيلعب مع ايران ودايما كان بيعمل عليهم متشاك كبير قوي فاذا المباراة مش غريبة على المدرب ولا غريبة عن اللاعبين لان هنا الناس كتير بتفرج على الكرة اللبنانية وخصوصا لعبت الكرة ما اقدرش اقول ان لبنان يعني من الفرق المصنفة كبيرة يعني هي ترتبها بعد المية فاذا انت بعد المية دي واحنا 45 يعني فرق كبير اول فان شاء الله ربنا يسهل يعني المدرب عارف واللعيب عارفين ويكون بداية موفقة لكن البطولة في حد ذاتها اصبحت بعد اعتماد الاتحاد الدولي لها خدت زخم اعلامي وزخم من الاهتمام من الاتحادات رغم ان بعض الفرق احنا عارفين ان كانوا هم تاتة عشرين دولة احنا الدول العربية تاتة عشرين عمروا تصفيات سبعة طلعوا وتبقى ستاشر الستاشر اللي هم اربع مجموعات احنا من مجموعة الرابع اللي فيها احنا معنا الجزائر والسودان معنا الجزائر والسودان وطبعا نقدر الجزائر يعني مش جاية بفرقة كاملة لان بيقولوا المحترفين هتقول لي تم احنا المحترفين مش موجودين أه ولادنا برضو لأ ما انا هقول لك لأ هوا احنا مش محترفين يا سلام على الرض قدق هو دا يا كigi الفرح والله هو اللي هلا مش محترفين حيث يبقى ما اقولش غياب المحترفين اقول اللاعبين الليعابوا في ارجمة ماش يعني لاني دايما حتى الاعلام حتى الجرائط حتى بتكتب ايه بدون المحترفين لا مش بدون المحترفين بدون اللاعبين محترفين بالخارج الاخير خارج بصر لكن كل دوت محترفين اشتركوا في القناة